يهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة يديدة من سولف تيك من فترة مقصيرة وقفت سولف تيك من شاء الله الحين رات دين مرة ثانية موضوعنا اليوم راح يكون عن أبل ما بعد الآيفون كثير من الناس الان قاعدة تشوف شركة أبل هنا هي أو كثير من الأقاويل اللي قاعدة أسمعها أن أبل راحت عليها أبل قاعد طيح أبل خلاص انتهت الآيفون صار جهاز فاشل أغلب هذه الكلمات صحيحة من حيث المبدأ بأن المبيعات قاعدة تنزل الشركة الناس ما قاعد تتقبل زيادة أو أن تقبل بشكل كبير نفس قبل على جهاز الآيفون ومكانتها شوي قاعدة تصعد وتنزل هذا شنو معناتها وشنو سببها وشنو ممكن يصير وشنو اللي بنشوفها من أبل بعد حقبة الآيفون الحلقة هذه راح تكون شوي يعني ممكن تكون طويلة في وايدة في كهربالي وايد معلومات حاب أن أنا أقولها وحاب أن أنا أقدمها لكم وإن شاء الله نستفيد من الموضوع هذا بداية مثل ما قلنا راح نتكلم عن أبل ما بعد الآيفون شمعنا الحين ليش تكلمت الحين عن أبل ما بعد الآيفون ولا زال الآيفون مبيعاتها عالية حتى لو كان فيها انخفاض ولكنها لازالت عالية خلونا نرجع بالتاريخ ونشوف شنو اللي أبل دايما نتسوي فبداية كان معه يعني خلونا نقول 2001-2002 مع ظهور الآيبود ظهر الآيبود مبيعاتها كانت حلوة مبيعاتها ممتازة صار أنجح جهاز عند أبل وقامت تنزل مننا أصدارات كثيرة آيبود تاتش آيبود كلاسيك آيبود شافل والآخرين ولكن النقطة أو نقطة التحول صارت في عام 2007 ليش؟ خلوني أوريكم هذه اللحصائية مثل ما نرى الآن هذه اسمها The Slow Good Buy of Apple Former Cash Cow لو نلاحظ في الشارت هذا سنلاقي أنه فيه عندنا عام 2008 كانت المبيعات 2% 2006 وصلت إلى 39 مليون جهاز مباع من الآيفود فكان نجاح خيالي 2007 لحظوا 2007 مبيعات جهاز الآيبود وصلت إلى 51 مليون جهاز مباع في العالم تقريبا يعني قاعد نتكلم عن أنجح جهاز موجود نزلته أبل في عام 2007 2008 54 مليون 2009 54 مليون 2010 صار 50 مليون نزل ولو نلاحظ الباجة 2011 و12 و13 و14 الانخفاض حاد طيب شنو اللي صار هنا في عز نجاح الآيبود في عز نجاحه 2007 أعلنت أبل ونزلوا جهاز الآيفون لما نزل جهاز الآيفون أغلب اللي كان موجودين في عالم التقنية والناس اللي تتكلم توقعوا فشل هذا الجهاز وعدم نجاحه لعدم اكتمال مقومات النجاح بالنسبة لهم لهذا الجهاز فالجهاز كان ميت من قبل الله ينولد في مخهم ستيف بالمر من مايكروسوفت قال هذا جهاز فاشل ماحد راح يشتريه سعره غالي ما في أشياء يديدة ما في 3G ما فيه ما فيه فكان توقع فشل الآيفون بديهيا بالنسبة حق أغلب الناس هذين شكرا لنب HERE هؤلاء ما في المنزل ما فيه 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 من القلب الرس poet في حق آية على ما فيها من حق لمسا قدم رسالي؟ وليس يزيلها الآيفون المقارسة ويمكنت لا ينزل لدفعه لديه بذلك على المنزل لديه يمكن موزف فشل بهم creative efficiency now it may sell very well or not we have our strategy with great windows mobile devices in the market today we can get a motorola q phone now for money nine dollars it's a very capable machine it'll do music into your internet to cages to instant messaging so i like to look at that and i say well i like our strategy we likeEurope하고 troupe from him with that though defense Stand Backill what happened at mac Chapin what with the move ipod how do you compete with that with the zoom right now Biraz but when I was different appellos selling 0 phones six months Appreciate they'd have the most expensive phone play far ever In the market place and let's see what's the expression let's see how the competition goes and let's see how the competition goes in 2007 was the iPhone if we look at the other one we will see that this scenario is still working not at the same time but at the same time the device is in the same way it shows a new device and this is the future for Apple for example, if we look at this scenario we will see that the best price of the iPhone was in the year 2000 2015 so the beginning of the year that this device was a good for Apple in a higher place so in the fourth of the year 2014 which is the phone number 2015 so in the year 2015 we will see that the iPhone 6S was a good for the iPhone as we see the iPhone 6S was a good after the iPhone 7 and the iPhone 8 and the iPhone 8 Plus The iPhone 6S was a good and not know where was going Apple 7S was a good and has the Apple 8S and it turned 10,000 of the year 2020 gold 8S or 20,000 or 15,000 in a hour I don't know what the- 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 المهم نزل هذا المنتج في عام 2015 لاحظ مثل ما قلنا نفس السيناريو تكرر في عام 2007 كان الايبود في عزة نزل ايفون في 2015 الايفون في عزة نزلت ابل واتش مبيعات ساعة ابل 2017 و 2018 ابل حاليا تشكل تقريبا يعني الاحصائية اليديدة في 2019 هي 36% تقريبا من مبيعات السمارت واتش مبيعات الاضر برودكتس اللي هي تشمل الايربودز الخدمات السماعات الباوربيتس او البيتس الاكسسوريز الاكسسوارات للطرف الثالث الهومبود الايبود تاتش هذي كلهم صاروا الحين اضر برودكتس مع الابل واتش يشكلون حاليا 17 مليار من دخل الابل خلال الثلاث شهور اللي فاتوا او قاسب خلال السنة اللي فاتت خلال السنوات في اشياء قاعد تصعد عند ابل وفي اشياء قاعد تنزل هذا الموضوع اللي راح نتكلم فيه الحين من بعد ما تكلمنا عن اول شي فقلنا بداية الحديث ان الانتقال من الى شغلة ثانية عندنا اللي هو تقليل تكاليف المصروفات على البحث والتطوير بعد ما نزل الايفود فراح نلاقي ان فيه عندنا هذا الشارت او هذه الاحصائية راح نلاقي ان قبل الايبود ابل كانت قاعد تصرف تقريبا فوق يعني او خلونا نقول ثمانية بالمئة من مدخولها او من فلوسها على البحث والتطوير research and development بعدها قام فيه يصير نزول في البحث والتطوير المبالغ اللي تدفع عليها لما نزل الايفود بعد الايباد ضلت ايضا تنزل ولكن من 2015 لو بنلاحظ من بعد ظهور الابل ووتش او من الابل ووتش نزلت السوق نسبة البحث والتطوير والدفع عليه قاعدة تزيد في هذا المجال فيه مجالات ثانية وايضا فيه جوانب اخرى رح نتكلم عنها بعد شوي هذا بالنسبة للبحث والتطوير انخفاض مبيعات الايفون ساهم بالمقابل بارتفاع اشياء ثانية موجودة فلو بنشوف مثلا الحصائية الايفون لو بنلاحظ ان هذه الحصائية ماذا قدمتها ابل خلال الربع الاول من عام 2018 اللي هو باللون لزرق الفاتح راح تكون واحد وستين مليار دولار اما في الربع الاول من عام 2019 انخفضت الى اثنين وقمسين مليار دولار فعندك خسارة تقريبا تقدر بخمستعش بالمية من النسبة او الدخل على هذا الجانب او هذا التصنيف او المنتج بالمقابل لو بنلاحظ راح نشوف بان عندنا خدمات الاجهزة الماك او الاجهزة الملبوسة والايباد في ارتفاع مستمر سنة بعد سنة الانخفاض فقط في الايفون وهو خلونا نقول البقر الحلوب حق ابل حاليا خلال العشر سنوات او الاثنائي السنة اللي فاتت فعندنا الايفون انخفاض 15% بالمقابل خدمات ابل زادت 19% اجهزة الماك زادت مبيعاتها 8.7% الاجهزة الملبوسة زادت 33% واجهزة الايباد زادت 16.9% مبيعاتها فمدخول ابل من الايفون 52 مليار او الربع الاول لعام 2019 الخدمات والماك والاجهزة الملبوسة والايباد مجموع مدخولهم 32 مليار و 300 مليون دولار فالايفون اوه لا زال الكتلة الكبيرة ولكن بالمقابل الاشياء ثانية ايضا قاعد تزيد وهو المستقبل اللي العالم متوجه له بعيدا عن اجهزة الموبايل والاجهزة التليفون المحمولة راح تظل استخداماتها معينة ولكن المقابل راح يكون في اشياء ثانية فلو بنلاحظ ان ابل الحين صار توسعها اكبر من ان تركز على جهاز واحد نحط في كل شي ويكون اهو مصدر الدخل الاوحد لنا الحين ابل قاعد توخر عن الايفون وتتجه في اماكن ثانية مثل ما احنا شايفين الخدمات الماك والايباد والاجهزة الملبوسة وهذا المهم شنو المجالات اللي ابل قاعد تدخل فيها شنو المجالات اللي الحين ابل قاعد تتوجه لها وراح تدخل فيها بقوة ويكون اهو مصدر الدخل لها وتركيزها في السنوات القادمة بعيدا عن الايفون من الاشياء اللي لاحظتها يعني تقريبا الرئيسية اللي خلونا نقول ان هي هذه الاشياء الرئيسية اللي راح تركز عليها شركة ابل في السنوات القادمة لخصتم في ست اشياء الالعاب الترفيه الصحة اجهزة انترنت الاشياء او الاجهزة الملبوسة الاعمال المصرفية سائد الواقع المعزز هذي الست اشياء اللي انا قاعد اشوف ان ابل راح تركز عليها وراح تتجه في تقديمها خلال السنوات القادمة بعيدا عن الايفون الايفون راح يصير جهاز من اللحصائيات ومن الاشياء اللي موجودة انه راح نشوفه في الغالب راح يكون كاميرا في مخباتك والجهاز للتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي ويعني مكالمات رسائل اشياء او مهام محددة راح تكون تستخدم في التليفون طبعا اكثر شي يستخدم حاليا في اجهزة الايفون هي تطبيقات التصوير والفيديو فهو يعتبر الادات الاولى للتصوير في العالم فممكن يدخل في هذا المجال وهذا المجال اللي قاعد اش فيه الحين المؤتمر الياي راح يتكلمون عن ثلاث كاميرات والكاميرات الياية اللي راح تكون موجودة فيه والتطوير فيهم فهذا راح يكون جانب ولكن الجانب الاخر راح تكون في الاشياء او المجالات اللي ذكرتها راح تكلم عليها بشكل سريع بدايتهم من الالعاب مثل ما اعلنوا في المؤتمر السابق للمطورين ان راح يتكلمون او راح يقدمون خدمة الاركيد خدمة باشتراك شهري للالعاب ليش ابل بتدخل في عالم الالعاب وبتنزل الالعاب خلوني اوريكم هذه الحصائية الحصائية هذه تبين لك اكثر الشركات في العالم دخلا من الالعاب فعندنا اكثر شركات تدخل وفلوس من الالعاب تنسنت شركة المنتجة لالعاب مثل بوب جي وغيرها سوني مايكروسوفت بعدهم ابل لو بنلاحظ بنشوف ان في عندنا بها الاحصائية ان بين شركة مايكروسوفت وبين ابل مايكروسوفت بمركز الثالث مدخولها 9.8 مليار دولار في عام 2018 ابل في عام 2018 مدخولها من الالعاب فقط 9.5 مليار فرق بينهم 300 مليون دولار فقط مع تقديم خدمة الاركيد اتوقع ان هذا راح يكون مدخل يديد حق ابل راح يكون نقلة نوعية في المجال اللي راح تدخل وتنافس فيه مع الشركات هذي اللي عندها استوديوهات والعاب راح نشوف فيه تنوع كبير فكر يديد فيه مطورين راح تتبناهم ابل وتقدم لهم الدعم عشان يتقدمون العاب حصرية على اجهزتها فقط سوني كذلك مع استوديواتها مايكروسوفت مع استوديواتها تنسنت مع كمية الحصريات والالعاب اللي قاعد تنزلها والاشياء اللي قاعد تحطها فيها فيعني راح يكون فيه تنافس كبير بلازر توهم اعلنوا بعد عن واركرافت كلاسيك يعني العالم هذا عالم الحين قاعد يزيد ويكبر بشكل خيالي فهذا اول مجال ابل اللي حين قاعد تركز وتدخل فيه في منافسة هذه الشركات بعيدا عن منافسة الاندرويد ونظامنا ونظامكم ولكن هذا مجال مختلف تماما النقطة الثانية اول مجال الثاني وهو مجال الترفيه مثل ما شفنا في مؤتمر شهر ثلاثة اللي فاتح لنوعا ابل تي في بلس خدمة شبيهة بخدمة نتفلكس وامازون برايم وخدمة هولو راح يقدمون محتوى اصلي الوريجينال كونتنت ما لهم من انتاج شركة ابل مسلسلات افلام اشياء يديدة وراح تقدم بداية في مئة دولة فدا الشيء نبقوة في عالم الترفيه منافسة نتفلكس منافسة هولو منافسة ديزني بلس اللي راح تطلع فهذا ايضا عالم اخر مختلف عن عالم الايفون وهو عالم الترفيه خاصة بان في عندك احصائية لو بنشوف مثلا الاجيال واختلافهم في راح نلاقي لنا في عندنا الاعمار من 18 سنة لغاية 34 سنة يشوفون التلفزيون بالكفير يشوفونه تغريبا ساعة و 54 دقية فقط في اليوم الي عمارهم من 35 للغاية 49 يشوفونه تغريبا أربع ساعات الي عمارهم من 50 واكبر لغاية 64 يشوفونه تغريبا ست ساعات واللي عمارهم فوق الخمسة وستين يشوفون التلفزيون أكثر من سبع ساعات فلو بنشوف الأجيال الحين اليديدة اللي هو جنريشن زد واللي بعدهم من ثمانتعش لأربع وثلاثين يشوفون التلفزيون ساعة باجوا وقتهم وين يقضونا في الستريمينج يوتيوب خدمات هذه كلها فلو هذين كبروا مع خنقول بعد عشر سنين راح ينتهي شيء اسمه تلفزيون بالنسبة لهم راح تكون الخدمات الأولى بالنسبة لهم نتفليكس وهول وأبل والسوالة فهذا هو المستقبل بالنسبة لهذه الأجيال الأجيال الكبيرة حاليا خلص أنا مو مهم أركز عليه لأنه ما راح يقدم لي نفس اللي يقدمون ليها هذه الأجيال إذا قعدت تبنيهم لسنوات قادمة فراح نشوف أيضا دخول أبل في الأبل تيفي بلس مجال يديد من الخدمات لتقديمها ومدخول يديد عليهم من بدل الآيفون فهذا المصدر الثاني المصدر الثالث اللي تكلمنا عنه كذلك عندنا الصحة الصحة في الغالب الحين موجودة من خلال ساعة أبل الساعة تقدم لك قياس لياقة تعطيك تمارين تعطيك قياس للقلب تخطيط للقلب ومتوقع في المستقبل أن يزيد الأشياء اللي تكون متعلقة بالصحة في الساعة نفس مثلا قياس النوم وتحليلة قياس الضغط السكر الأشياء هذه كلها راح تتم إضافتها في الساعة فراح تكون مرافق لك أكثر من نهية كمالية راح تصير حاجة خاصة للناس اللي تكون مريضة ففي أشياء موجودة الآن بالساعة مثلا تتبع أو الإحساس بالطيحة إذا أنت طحت وصار فيك شيء ممكن أنها تساعدك وتتصل على الطوارئ إرسال التغارير إلى الطبيب ومتابعة حالتك الصحية الأشياء هذه كلها راح تدخل معاك بشكل كبير من خلال الساعة فالناس راح تشوف ساعة أبل مو مجرد أنها كمالية ولا شيء أشوف فيه نوتوفيكيشن نفس ما كان في عام 2015 كانت الأشياء الأساسية اللي الناس تشتري عشان ها ساعة أبل عشان يشوفون نوتوفيكيشن ولكن حاليا ساعة أبل صارت مرافق أكثر من أنها تكون مجرد كمالية عشان تشوف الوقت والساعة وتشغل تطبيق وتوصل لكتبيهات فالاهتمام أكبر بهذا الشيء وهذا المنتج مثل ما قلت في السابق أن أنا أشوف الشيء اللي يديد بعد الآيفون وهو اللي راح ياخذ الدفة من الآيفون ويخلي الآيفون أنه خلاص يصير نفس الآيفود تطلع الساعة بعدها بعدها عندنا أجهزة إنترنت لأشياء متوقع أنه راح نشوف توسع أكبر من أبل في تقديم أشياء نفس مثلا تراكر تعقب الهومبود أشياء متعلقة أيضا في البيت ممكن أن أنت تركبها فممكن أن نشوف أجهزة أكثر تدخل فيها أبل مكملة للمنظومة اللي موجودة فيها حاليا أو المنظومة اللي عندها الحين رغم خمسة الأعمال المصرفية وشفنا أبل باي وشفنا أبل كارت هذا بداية شيء أو بداية عالم البلوكتشين وشلون ندخل في عالم البلوكتشين وايد صعب شرحها حاليا تحتاج الحلقات وتحتاج إلى وقت أطول نتكلم بس عن البلوكتشين وشلون البلوكتشين والأعمال المصرفية وشلون راح ندخل في هذا العالم حاليا أبل تعتبر هي الرائدة بين الشركات التغنية في تقديم الحلول المصرفية من خلال أجهزتها الإلكترونية ما في شركة قريبة من منافسة أبل في هذا الجانب خاصة أن أنت تكلم عن مواجهة البنوك ومواجهة المصارف ومواجهة القطاع المصرفي في العالم فلازم تكون أنت وايد قوي عشان تقدر تنافس هذه البنوك الموجودة في العالم ما توقع أن هناك شركة قادرة أن تدخل وتجابهم حاليا أكثر من شركة أبل هي التي لها تأثير أكثر في العالم فدخولها من خلال تقديم الأبل باي بعدها تقديم الأبل كارد حاليا سيخفف أن شركات التغنية تدخل في الجانب المصرفي وتقدم حلول مصرفية للعالم والناس تتقبل هذا الشيء لا تكون خايفة أو أن يكون عندها تردد من تبني هذه التغنية فهذا عالم يديد سندخل فيه ولكن يجب لها وقت أطول عشان نستوعب ونفهم وتتقبل الحكومات والدول والمصارف والبنوك هذا الفكر اليديد اللي ممكن أو اللي رح يدخل عليهم في مجالهم آخر شي عندنا الواقع المعزز وهو الـ AR وأبل وايد قاعد تدفع فيه وايد قاعد قط عليه علشان تتبنى بس بالنسبة لي أنا ليحين مو واضح شنو الاتجاه اللي يابون يروحون فيه ممكن نشوف توجهات أوضح من بعد عام 2021 بعد طرح شبكة الـ 5G بشكل فعلي في العالم وانتشارها ممكن هني ندخل في عالم الواقع المعزز وشنو الفوائد اللي ممكن نحصلها من وراء من خلال الأجهزة اللي موجودة كذلك ممكن أنه راح نشوف نظارات أنظمة حق السيارة أو يعني أجهزة لي ما الحين ما أنا قادر أتخيلها أو شنو اللي ممكن نشوفها ولكن يعني ممكن نشوف نظارة ممكن نشوف سيارة مع الواقع المعزز ممكن الأجهزة هذه من خلال الانترنت السريع اللي راح يكون موجود راح تساعدنا في التفاعل الآن والوقتي مع الواقع المعزز ومع الأجهزة الإلكترونية هذا بالنسبة حق كل الأشياء اللي قاعد أشوفها حاليا الآيفون قاعد ينزل إيه الآيفون قاعد ينزل الآيفون راحت عليه موايد ولكن قاعد تروح عليه وايد ليش لأنه فيه أشياء ثانية قاعد يركزون عليها أكثر من الآيفون لا زال فيه ناس مهتمة وقاعد تشوف أنه والله الآيفون وجهاز الآيفون وأنظمة المنافسة بين الأندرويد وأجهزة الموبايل إيه هي اللي موجودة حاليا ولكن هذه نظرة محدودة جدا التوسع في عالم متوجه إلى تقنيات جديدة نفس اللي ذكرتهم وأكثر أبعد من فقط المنافسة في أجهزة التليفون فليش أبل راح تقول وداعا للآيفون لأنها قالت وداعا من قبل لأجهزة أكثر وأفضل وأحسن مبيعا وأكثر إبداعا من جهاز الآيفون نفس الآيفون نفس الآيفون نفس الآيماك نفس كثير من التقنيات اللي تخلت عنها أبل مقابل تقديمها لمنتجات وأشياء يديدة شكرا لكم على المتابعة آسف طولت عليكم ما دل الحلقة طويلة ولكن كان فيها وايد معلومات حبيت لنا نشاركها معاكم كان معاكم أخوكم نواف السويد نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام